الجزئات التانية عمالقة بقى انتاج الدواجم في مصر وانتاج اللحوم بدأوا يتوجهوا إلى محافظات الوقت الجديد وإلى غرب غرب المينيا وغرب المينيا للعمل على زراعة مساحات كبيرة بمحاصيل الدورة وفلسوية لو لهذه الأزمة ما كانش لا يتحقق يعني أنا أعرف أحد المستثمرين في هذا المجال بيتعاقد دلوقتي مع محافظة الوقت الجديد على أنه ياخد خمسين ألف فدان يزرحهم دورة وفلسوية وغيره 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 بالإضافة لأن في الدلتا عايز أقول لحضرتك الناس النهاردة بدأت تزود مساحات الدورة ومساحات فلسوية ومساحات الأمح ده هترتب عليه أن أنا انتاجيتي هتتضاعف على الأقل وهبدأ أقلل الفجوة شوية في عملية الاسترادة ده هينعكس على تربية الحيوان وتربية الدواجن والأسماك طيب هنيجي في الأسماك يمكن احنا في البرلمان أصدرنا قانون تنمية البحيرات في الفترة الأخيرة تنمية البحيرات والسروة السماكية ده كان في نهاية الفصل التشغيل الأول والدولة الحقيقة يعني بدأت تتعامل مع البحيرات بأنها تعمل تطوير لكل البحيرات ويمكن أنا في محافظتي لده أهلية بحيرة المنزلة يمكن بتتواجد في ثلاث محافظات شفنا حجم الجهود والمصاريف اللي صرفتها الدولة من أجل تطوير البحيرة وفتح بواغيز جديدة من أجل تجديد حركة المياه وتطهيرها من الخارجين على القانون وبالتالي إن شاء الله مع استكمال هذه الأعمال اللي بتقوم بها الدولة لتطوير البحيرات ده هيديني انتاجية زيادة لسبب أنا تقريبا كنت باعتمد في انتاج الأسماك في مصر بنسبة كبيرة على المزارع تكلفة الانتاج في المزارع أعلى كتير من التكلفة في المسطحات المائية المفتوح وبالتالي النهاردة هيبقى عندي ميزة تنفسية وزيادة في حجم الانتاجي الجزئات التانية اللي أنا برضو عايز أضيفها لسيادتك إن أنا النهاردة مع الأعلاف أو الدواجن يعني انتاج الأعلاف هو اللي هيقدر يقلل لي أسعار الدواجن واللحوم لسبب 70% شفت كتير من فترة كده مرسوم الدجاجة مرسومة جسم الدجاجة محطوط عليه عالم أمريكا والرقبة والمنقار محطوط عليهم عالم مصر لأنه هو ده بالضبط أنا 90% من احتياجاتي من غزاء الدواجن أنا بستورده من الخارج وبالتالي أنا مش أقدر أسر في السعر غير لما زود انتاجية محاصيل الأعلاف دي جزئية الجزئية التانية بقى مع تطوير البحيرات والكلام ده أقدر أسد فجوة كبيرة في موضوع الأسماك الموضوع الثالث إن بدأت الدولة النهاردة تتوجه لإنشاء بعض المزارع في إفريقيا من أجل تربية المواشي أو البيج أنيمال يعني بحيث إن هي النهاردة برضو مع ومجبوعة من الدول الإفريقية يمكن بدأت بقورة الموضوع خلال الفترة اللي كانت قبل العيد تم استراض بعض الرسال من مزارعنا اللي موجودة في بعض الدول الإفريقية ده برضو توجه تاني بتاخد الدولة نتيجة توفر العلاف بأسعار أقل وتوافر كميات المياه دي كلها يعني خطوات بتاخدها الدولة المصرية من أجل توفير الأبن الغذائي للمواطن والحقيقة الرئيس لا يدخل جهدي في دعم هذا القطاع يعني دعم غير محدود يمكن كل اللقاءات اللي بيهدرها السيد الرئيس بيبقى للزراعة جزء مش قليل في حديث السيد الرئيس في كل اللقاءات لأنها هي المخرج من أزمة توفير الأبن الغذائي اللي هو يعد أحد مقاومات الأمن القاومة المصرية أنا متأكد لأن أنا أتذكر قويس أن الرئيس مثلا كان في توشكا يطلق موسم الحصاد بتاع الأمح السنة اللي فاتت في إبريل 22 كذلك في الدلتة الجديدة وبردو الرئيس راح أيضا لموسم الحصاد وتابع كمان اللي بيتزرع كان أظن كان فيه بطاطس وكان فيه بنجر سكر وما إلى ذلك يعني إحنا كنا موجودين الحقيقة للتغطية على هذه الأمور ففيه اهتمام حقيقي من قبل الدولة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي بشكل عام فإحنا كل القليل بالتأكيد ومع اكتمال بقى يعني موضوع محطات المعالجة ويعني يمكن مشروع الدلتة الجديدة تقريبا الزراع في حوالي 500 ألف فدان دلوقتي من 2.2 مليون فدان تخيل بقى لما الـ 2.2 مليون يتم استصلاحهم بالكامل وزرائتهم بعد ما يتم إنشاء محطة المعالجة العملاقة والنهر اللي بيتأمل في الوقت الحالي تأكد أن الأمور هتكون مختلفة تماما بالإضافة للتوسعات اللي بتتم زي ما قلت لساتك من شوية في الواد الجديد وفي منطقة العينات وفي منطقة تشكة عادة إحاء المشروع دي كلها المسحة دي إن شاء الله لما تدخل حيز الإنتاج الأمور هتختلف بصورة كبيرة جدا جدا أنا أشكرك جدا 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 يا فاندم نورتنا وشرفتنا كل التوفيق ليكم في البرلمان من ناحية وفي الحوار الوطني من ناحية أخرى فإنها خالص كل المطلوب هو المصلحة وإرساء قواعد أو بناء بقى الجمهورات الجديدة بدأنا القواعد نحن الآن بصدد عملت الخرسانة زي ما بيت قيل ترجمة نانسي قنقر